وحاش تونيا يهل السيف وطبعا تهلي روايح الايس كريم كلنا في السيف بنبقى محتاجين حاجة كده تبرد على قلبنا محتاجين ايس كريم او حاجة سقعة او عصاير حلوة وسريعة وخفيفة النهاردة هنا من مباد الايس كريم تشكلت بطريقة سهلة وبسيطة اوي اسهل مما تتصوري لدرجة اني ممكن بنتك السغيرة تخشي التعملي وانتي واقفة معها من غير ما تعملي اي حاجة هنعمل الايس كريم شوكولاتة ومش هنستخدم فيها شوكولاتة هنستخدم الكاكاو الخام بتاعنا زي ما انتوا شايفين الايس كريم كان ملتي معي حاولت على قد ما قدر اوزعه في اكواب بس هو كان زيح على نفسه بصه هامل ازاي جميل اوي وكمان اقتصادي ومفيش فيه شغل كتير انا بحبه وردي عنه طعم الشوكولاتة فيه الهو الكاكاو بدون استخدام الشوكولاتة كان عاجبني اوي اوي سريعا بقى بعد ما شفنا الجمال الايس كريم نخش كده نعمل الايس كريم بتاعنا هنا هستخدم الحليب الحليب بتاعي السخن ما تقلقيش بس عشان مش عايزين نستخدم بتجاز مش بقولك انه هو سهل قوي ليه سخن يا ستيا عشان مش عايزينه افعل بتجاز هنحط فيه السكر تقدر تستخدمي اسمه الحليب المكسفي اللي انا عملته معاكو هستيبلكم لينك بتاعه جوا صندوق الوصف لو عايزينه والناس الكاسوي اللي مش عايزة تعمل حليب مكسف تقدر تستخدم السكر زي ما انا عملت وانا استسهلت عشان اخليكو يعني ايه اسهل الدنيا عليكم ودوبتي السكر مع الحليب وهستخدم ايه كاكاو الخام ايه كاكاو ده غير محلة عشان تبقوا عارفين عشان ما تحطيه السكر وكاكاو محلة مع سكر يبقى كأنك بتاكل يعني عسلية فهنا بقى حطينا السكر والحليب والكاكاو دوبناهم مع بعض بدون ما نروح للبتجاز نهائي مش بقول لكم الحد كده احنا ماشيين صح وسهل هو ودوبناه ودوب وما فيش اي تكتلات ولا اي حاجة والقوام حلو قوي قوي هديكي تلاتة اوبشن تقدري تستخدمي اي واحد منهم بعد ما اتأكد ان كله ده هبتدي على الخطوة التانية انا مش هستخدمه على فكرة وهو سخد بعد ما ادوب كل الحاجات بتحتي وحس ان هو خلاص الكاكاو استوع وطعمه مزبوط هبتدي بقى اضيف الهي الاضافة بتاعتنا عشان نزبط العيس كريم بتاعنا هنا عندي تلات اختيارات تختري حاجة من التلاتة ده زبادي الهو اليوغرد تقدري تستخدمي يوغرد او تقدري تستخدمي كريم شونتي او تقدري تستخدمي الهو الهابي كريم لو هتستخدمي اليوغرد الهو الزبادي ممكن تعملي بيه بابسكه هيبقى حلو قوي 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 والولاد هتدعي لك لو هتعملي كده بوصل قعوم حلوي زي وليسا ما ضيفناش عليه اي حاجة مش هحط عليه اي اضافة لما تأكد ان هو برد ما يفعش هضيف عليه اي حاجة بأكد تاني الا ما يبرد انا هستخدم هنا الكريم شونتي هنزل الخليط بتاعنا جوه الخلاط الخلاط العادي وتقدري تستخدم الهند بلندر او المدرب اليدوي او المدرب العادي هنزل هنا باسمه اي ده الكريم شونتي هتقدري تستخدمي مش سوبر ماركت او العطار عرفت انه ببقى موجود سايب زى ما حكيتولي بفور هنزله على الخليط بتاعنا ووديه على اشغل الخلاط عليه حوالي دقيقين ان اضرب كله في بعض بس اعايز اقولكم ان الحليب كان عندي برد مع الكاكاو كان بارد يعني ما بقاش ادافي ولا سخن يعني انا بعد ما ادوبته مع بعض دخلته التلاجة برد زى زى الحليب وضفت عليه الكاكاو وبعد كده حطيته في القلب بتاعي وهغلي في القلب كويس بالبلاستي كراب عشان لما احطه في الفريزر الحدي ما يتمسك هاخدله في الموضوع ده من 4 ل 6 ساعات عشان يتمسك على حسب قوة الفريزر بتاعك اديه هو كده الايس كريم بتاعنا على فكرة جاهز بس محتاج ان هو يتمسك تاتزد ودخلته اول ما تمسك بشكل اللي انتوا شايفينه هابتدي اوزعه بقى هوزعه في الكوكس بتاعه او هوزعه في الاكواب اللي يعجبك اعمليه عايز اقول لو انت هتعملي بابسكو استخدمي اللي هو اليوجرد من الزبادية الزبادية حلوة اوي و كمان هيبقى موفر عليك عشان ما تقوليش ان هو هيبقى مثلا لو الكريم شانتيغية حقيقة انا ما اعرفش الاثار عندوكو شكلاقي بس كل اللي عارفان ان الغلاء يعني اه على الجميع هنا وعندوكو مش عندوكو بس اه في ايه تاني عايز اقولكو اني قنواتي كل يوم انازل فيديو جديد على كل قناة من القنوات بتاعتي عايز اكوا تتابعوني على القنوات بتاعتي و لو عجبكم الفيديو اعملوا اللايك وتابعوني على قنواتي هسيب اللينك بتاعها جوا صندوق الوصف انجوي الايس كريم بتاعنا تعم الكاكاو انا مزبطة الكاكاو ايه يعني بالسنة ولا بالشعر بيحكوا على مع الحليب مع الكريم شانتي يا الله طعمه كمان لو اني جايبه من برا طعم الشوكولاتة فيه تحس فيه يعني معزز ظاهر قوي قوي مع اني ما دفتش الشوكولاتة وده اكتر حاجة عجباني فيه كنت مبسوطة مع اني يعني عكيتي الدنيا وانا عمله وزع في الاكواب لاني حاجة وحر وكمان الرطوبة عالية فكل ما احطي واحد كان يعمل ملتي على نفسه والله العظيم جنمي انا تبادلت ايس كريمي النهاردة بس حيزتي برضو وانا عملها في الايس كريم يعني بعد ما قفلت الكاميرا انا اعادت كده باقي وعيشت مع نفسي واخدت بعدي وبعد ما اكلته جريت عملت الشومينج راحتو كاسكو وعملت الشومينج بتاعي وانا مزاجي عالي العال ايس كريم بوق اعملها بلعب مش ملحقة خلاص يعني بقول الحقوني خلصت علي انجوي يا جماعة دي كانت طريقتنا بحبه قوي قوي انا يعني انا اسمع ايه يعني هيست انجوي بتنسوش تعملوا لايك اشتركوا في القناة